ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ذرهم امر بان يدعهم وان يتركهم ومر الظرهم ومر في الاكل الظرني ذرني والمكذبين اقول ايه انما يتركهم لي فانا الذي امهلهم وانا الذي اعاقبهم وانا الذي اعلم اجل الاهمال واجل العقوبة وقلنا ان ذرهم فعل امر ومستعمل منها يذر ويذرك وآلهتك ولم يستعمل منها في اللغة الماضية الا ما روية في حديث عن رسول الله ذروا اليمن ما وزروكم يعني تركوهم ما تركوكم ما لكمش بهم ايه دعوة ويشارك هذا الفعل فعل اخ اسمها ايه دع دع يعني بما نترك قال اهملت العرب ماضي يدع ويذر الا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قدعه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الله طب ما احنا كلنا ابناء اما قالت لا فيه فرق بين الاكل كوقود لحركة وبين الاكل كلزة وتمتع البهايم بتاكل ايه بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعك بدليل انها لما تشبع لايه علشان تبقى عندك طاقة فان جاءت اللزة ومعها يبقى خلاص لان فيما ما نأكل ونتلزز انما ما يمريش علينا يتعبني نقلد ناكل وبعدين نقولك بعدين الديني سيفين قبل الديني مش عارش شوية مش عايز مو ايه ده اللي بياخدوها طوار طب ويه اللي زانة اكل علشان تقل تاكل انت مرزز من الاكل اذا انت بتاكل لزة مش بتاكل وقود مش بتاكل طاقة ولذلك النبي قولك حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا فلبا هو عتعملها حكاية شه ولذلك حيجي في الاخرة بقى احنا ناكل علشان بناستليد انما نتعب ما يمريش علينا وفيه واحد يأكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بيقوله كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه مش كده بيحصل انما يمر عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها بنعلم يقوم يفضل على الاكل ده بيأكلوا مريء ده انما مش هنيه ساعة ما يأكلوا من غير ملح كده ويأكلوا مسلوق ولا مش مسبق كده يزعل ومش عارف انما مريء ولا مش مريء فطعام الاكلة بقى هياخد الاثنين هنيئا مريئا سبحان الله يبقى لذيذ ويمري فانتوا بيأذرهم يأكلوا وتمتعوا ايه اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائن بس احنا حنظلم البهائن لان البهائن ملهاش مهمة لماعك انت تنتفع بها وتأكل لحمها وتعمل مش عارف ايه اديها المهمة ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات وما قالش اللي بهم اعمور الارض لا انما انت ليك مهمة تانية غير الاكل والايه غير الاكل والايه ويلههم الامل يلههم الامل قالك ها يقعدوا يأملوا بقى الامل دا ايه نصب غاية سعيدة تعيش فيها لتلهيك عن وسيلة تنفع اقول لك انا حاية دا البيت دا حيبقى فيه كنزة وحيجيلي الكنزة مش عارف ايه لا ابوها مش عارف حيجيلي طب ما تعملش والذلك قولك الامل بدون عمل تلصص بدون عمل امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه ما قالش ما اظنه ان تبيد هذه ابدا هذا هو الامل النعمة اللي هو فيه جناين وهيصة واخييل واعنابه ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة القائمة بيأمل ان الساعة مش هتقوم وامكانت هتقوم وارده الى ربي حيهديني برضو اهدى امل دا اهدى الايه الامل زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون سوف يعلمون كلمة سوف دي تدل على زمن متراخ شوية ليه لان الافعال زي يعلم يبقى ممكن يعلم الان ويعلم بعد الان على طول ويعلم متقدم شوية انما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي هيعلم بعد زمن بس قصير سوف يعلم يبقى الزمن ايه زمن بعيد سوف يعلم ديا واخد كل الازمنة فان كان النصر المؤمنين حيندكوا وان كان لما يموتوا يتمنوا انهم يبقوا مسلمين ولما في الاخرى يبقى سوف دي واخد الزمن كله فسوف يعلمون وقد صنع الله في كونه في الدنيا اشياء تؤذنوا بصدقه فيما يتوعدوا به في القيامة ايه ام قالك هعمل صور كده بس الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياة ومش عارف ايه حاجلهم بزلزال فجأة كده يروح ما هدم لهم طب لو كنتوا نصحين ما تنبقتوش ليه ما انتم بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه الطيارة اللي بيعملوا الطيران ده وال الاشعار عن بعد ومش عارف شغلة ايه الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبعدين تلتفت وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى الحمير اللي انتم بتقول عليهم انتم تفهموش دولي احسن منكم قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لا والحمير بتاعتها والمواشن تسيب البتاعه وتطلع استشعرت قبلكم يبقى دي ذك للغرور الانساني ولا مش ذك للغرور الانساني ذك للغرور الانساني يقول لك يا سلام البلاد دي ما الامطار ما بتمسيبها هاش ولذلك الخضرة فيها موجودة واحنا بلدنا سقاري وجفاء يروح عمل لهم فيها ايه جفاف الله بيقول ان قدرتي بس بنبيه كلها وبعد ذلك حبي يضربين المسأل كده قال اسمعوا بقى وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم كتاب يعني اجل من قتوب حنهلك القرية دي في الوقت الحلالي علشان حتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها ونعمل لكم المسأل دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما ايه فيما لا تروا ولذلك ضرب الله مثلا قرية اه كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانهم الله فاذاقها الله لباس الجواء والخور يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتعروا عمل يقول لك دي صحيح شوفنا حاجات كتير والجال احنا في العهد القرية دي احنا كنا مثلا منروح مثلا لبنان في الاول والله منلاقي حتة النام فيها وبعدين بصنا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركة الاقتصاد في الدولية وخاصة بعد ما حدث مصر وابتدأت ارتقت الاتقاءات ويجد الله وبعدين برضو فجروا مع ذلك وعملوا اللي ما ينعمل فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي نحيجي لها يوم ومش حيجي لها من برة بأسهم بينهم ويزيق بعضكم بأس ايه بأس بأس حصل ولا ما حصل شيء يبقى ايزا ما يحدثه في الدنيا بقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه انني لما حدثك عن الاخر يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه انت شفت سأريكم اياتي فلا تستعجلوه والاية افرى في صورة الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان من قرية الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا قبل القيامة كان ذلك في الكتابة مصطورة الله ان من قرية يعني لا توجد قرية الا ونعمل فهد تعذيب دي قبل يوم القيامة يعني عيانا بيانا في الدنيا كل قرية يا رب كده لا القرية اللي قلناها هتبقى ايه القريات الظالمة اهلها انما انكس قرية وحتفضل على بتاعها خلاص كده ولذلك هناك من تفسير النسخة اما تقروا حكاية مقاتل ومش عارب ايه بتاعه حاجات هذي هيقول لك ايه الكتاب ده صودر في سنة ما لان فيه تفسير هذه الاية وان من قرية الا نحن ايه مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة لا هي قبل يوم القيامة الاول ولا لا ايه وقبل يوم القيامة الاول قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديد ايه را ثاني وان من قرية الا نحن مهلكوها ايه قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا ايه كان ذلك في الكتاب مستورة فجم في المؤلف كده حدسني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلان يحصل لها كذا والبلد الفلان يحصل لها كذا مدام كان في الكتاب المصطونا ويعلم الله بعض خلقه على اسراره في البلد الفلان يحصل كذا الى ان جاء الى ايه مصر قال بالنص دي ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الراملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس فلما انشهرت الحكاية دي نسألوا للرئيس اللي كان موجود دا يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت ودي سوريا صحيح سابت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه 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 فرحوا مصدرين الكتاب مصدرين الايه اذا الحق سبحانه وتعالى يتفوق في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحقيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن ان يكون بعد الايه بعد يوم القيامة وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تقولش ايه ما حصلش ليه دا كل حاجة بايه باجل ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون عمد الاجل ييجي فانت ما تقول ايه لح تسبق ولد ايه ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الزكر انك لمجنون طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الزكر فسموا القرآن زكر زي ما ربنا مسميه وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون تناقضي طب سموه زكر ليه يظهر لهم ايلين هتهاكم ايلين هاي تهاكم لان اللي قالها كبار الكفاة مثلا واحد اسمه يا عبدالله ابن امية والنظر مثلا ابن الحاج ونوفل ابن ويل والوليد ابن المغيرة دول اللي هم قاعدين كده وقالوا قالوا يا ايها الذي نزل عليه الزكر لكنهم بقولوا الزكر دي مش ايمانا به لو كان ايمان به وينزل عليه زكر ما كانواش قولوا انت مجنون فدول الاربع اللي قالوا هذا الكلام هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ روسى شبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكاية ويعد في الاسامي فاحد ابنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ دي كبارك كويس قال لي عقد الاسامي ديا ومش عالك ايه قال لي يا واد ما شيخنا رحمهم رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الاسماء قال له طب ما تعلمنا انت رغل عشان نبقى نترحم بعد عمرا طويت ايو الله دا اللي حصل فاتحك قال لي يا وادا كنت نعلمونا يقولولنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء يبقى عمل لها ضابط لفزي ضابط لفزي قال يعني ازاي ايه يا قال خده قبل كل اسم الحرف الاول خده ومن الاسم التاني الحرف الاول وعمل لها كلمة فقال له طب انت عملت اللي دي قال عنه عنه عبد الله ابن امية وعنه نون مشدده النظر ابن الحاكس ونوفل ابن خويل والولدي ابن المغيرة اتعرفت ولا لا ما انسنهاش من بعدها ابا تانية جاء في مرة تانية وهو بيتكلم في السلاسة اللي تخلفهم وعلى السلاسات الذين ايه خلفهم خلفهم يعني عن غزوة ايه تبوك وما كان نونش عندهم عزر التخلف فالنبي عليه الصلاة والسلام عقبهم بانه امر بالمقاطعة قطعوهم وقادي السجن بتاع زمان السجن مش يزجن المزنب لا يخليه وايا الناس انما يزجن الناس عنه هو حد يكلمه حتى نساءه شوف العظم بقى بس اعلى السلاسات الذين يقولون وبقى دين جاء في الكتاب عما بيقوله وتجمعهم التلاتة دولي مكة وقعوا بقى كان سيدنا الشيخ اللهم رحمه رحمة واسعة اذكر اسمو ده الوقتين هو اللي كان بيقرر التفسير لهم فقال لهم مكة هاتفية ده الحكاية حصلت في المدينة الحكاية حصلت في المدينة ازاي تجمعهم مكة وقفهم اتحيرهم ايه اتحيروا فيهم فلما تحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم تجمعهم مكة مش انهم كانوا مكة لا ده تجمعهم كلمة مكة كل حرف من الكلمة دي يشير الى اسم مكة مرارة ابن ايه ابن الرب وهلال ابن اميد طب والكاف كعب ابن مالك مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جمعتهم ده تجمعوا اسماءهم كلمة ايه كلمة ايه مكة هم اللي قالهم هم بتقع عنه ده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الزكر انك لمجنون تناقض بتقول ذكري ونزل عليه وبعد ان تقول لي مجنون كلمة مجنون دي كلمة يقولها الهايف اللي مش غدد يستطط يستطط اي حاجة طب هو المجنون يبقى على خلقه مين قال كده ولذلك ربنا لما حب يمت عن الجنون قال انك لعلى خلقنا عظيم طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم ابدا طب برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده قالوا ايه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من المنافقين بيقولوا كده ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من ايه حاوله الجوم ينفضوا من حاوله يقولوا رسول العطاء طب مدام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله طب مدام ابن بالزيل والذي من غلبة الحق ساعات تسترع الحقائق مع الباطل يقوم الانسان في دفع كده ما هو الحق له قرار وله صولة يقوم الحق يمتزك مع الباطل يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه ولذلك عتيت اول صورة المنافقون اعوذ بالله من الشرطان رديم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله خلاص مدام نشهد انك لرسول الله والله ايه يعلم انك ايه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون طب دهما يقول لنا شهدوا انك لرسول الله ما هيكذبوا فيه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله طب ويبقوا كذبين ازاي ام قالك في قولهم نشهد مش في انك لرسول الله لان الشهادة ان يواطئ اللسان القلب واللسان مواطئش الايه يقولون باخواهين ما ليس في قولهم يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجبها كده ومرة يبقى على القرآن ويبقى تهزين وعلى الرسول ويبقى ايه وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الزكر انك لمجنون شف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلم في لحظة من اللحظات عندي المعانز من غير ان يشعر ده كلمة يا ايها دي بيقولوها للنبي كانوا قالوا يا محمد ايها زي ما بيخطر ربنا زي ما ربنا بيخطر محمد بقولوله يا ايها لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة فيه لفظين في اللغة اللفظين يدلهم على الحس وعلى الحظ وعلى رغبة المتكلم في ان يوجد ما بعدهما لولا اكرمت فلانا اذ جاءك لولا ذكرت جروسك لتنجح لو ما كرمت معلمك فاني لولا ولوما الاثنين بيجوا عشان ايه يدلم على ان ما بعدها تحب ان يكون وتطلب ان يكون اسم التحديد اسم الحس ويجي وياهم نفس تان اسمه هلا فعلت كذا هلا فعلت كذا وبهم التحديد وبهم التحديد ومز وأوليانها الفعل الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعضهم لولا لولا جاءوا علي باربع اذا لولا ولوما الاثنين حرفان من حروف التحديد التحديد والحس والرغبة في ان ما بعدهم ايه في ان ما بعدهم ايه يأتي هنا يقول لك ان اصل لومة ولو اصلها لو وزيدت لا وما زيدت ديا انا عايز اللي يقولها في القرآن يستغفر الله اه صح الشباب في ناس مؤدبين شوية بيقول لك شزائد يقول لك بحرف صلة حرف ايه صلة يقول له لو كنت منصف تقول دي انا عقل يوقف عندها وخلاص وتنتقي المسالة شوف المعنى الاجمال ايه وقول والله عقل يوقف عندها ما مش فعل حاجة ابدا ولا تقول لا تحكمش بانها ايه انها زيدة ليه قال لك لاني لو تكفي لو تفعله كذا تبقى تمني لو تقوم لقضاء الشيء الفلان يفهم وبلاش لا لو لا ولا ايه لا ولا ما تقول له اتفقنا اذا لو تأتي للتمن للرغبة يعني خلاص اتفقنا لرغبة ايه لرغبة ما يكونوا بعدها طب ان كان ما بعدها لا اثبات تبقى ترغب ان يكون طب ان كان ما بعدها نافي تبقى ترغب ان لا يكون طب وهي لو في الاستعمال ايه قال لك دلو دي حرف امتناع ازاي لو جاء زايد اللي اكرمته يبقى جيك ولا مجاش مجاش انت وقفت عند لو التمنى ولم تقف عند لو الامتناعية لو جاء زايد اللي اكرمته يبقى لذا حصل للمجيء كان ولا الايه ولا الاكرام حال تبقى امتناع لامتناع امتنع ايه الاكرام لان امتنع مين المجيء يبقى ما بعدها لو الامتناعية ممتنع ولا ولا مش ممتنع ممتنع منفي ولا مش منفي منفي طب على الاول فاذا جاءت قلت لو جئتني لا اكرمتك يبقى لذا حصل ولذا حصل لو لم تجئ فلانا لما ضربك الله يبقى اذا انت لازم تشوف لو دي دخل على نفي ولا على اسبات ماذا لو بتمنع اللي بعدها هتلابقى النافية وهتماى النافية مهي ما بتنفي ولا بتنفي هتقبلهم لو ولو بتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه ما نفي تبقى نفت النفي يبقى اسبتت ولا ما اسبتت شيء يبقى تقول ايه بقى ايه لو امتناع ومعنى امتناع يعني نفت مين نفت اللي بعدها هالقوي مدام نفت اللي بعدها تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش طب لو كان اللي بعدها نفي ما نفي تبقى هي حتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه ما نفي تبقى نفت ايه تبقى نفت النافي ونفي النافي يبقى ايه يبقى اسباه يبقى انا عايز اللي يحصل لانني نفيت النافي ولا زيدة ولا اي حاجة لو ما تأتينا بالملائكة هي اصلها ما تأتينا بالايه بالملائكة دي ناف وبعدين جات لو بتاع الناف تبقى نافة الايه النافي لو تأتينا بالملائكة خلهم ييجوا يبقى حظ وحس ولا لا يبقى زيدة ولا من الزيد دي لا ما هي الزيد ده نافة النافي يعني اثبتت على اقوى من الناف لو ما تأتينا بالملائكة عشان يعملوا ايه يا سيدي عشان الملائكة دي يعملوا ايه يبقى رسل لكم ولا يبقى مع الرسول يأيدوه لو لا انزل ايه عليه ملك يجوياه يعني يؤنسه كده او يقول ده مصادق ولا طب انت حسدت أصدقته ولا صدقته الملك طب ما هو القرآن قال كده قال ايه القرآن وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا اللي منعهم قولهم قالوا ايه يا سيدي ابعث الله بشر الرسول يبقى هو ده اللي منعهم يبقى اللي منعهم من الايمان انهم قالوا ربنا لو كان عايزنا كان بعث ايه غير بشر انما بعث لنا بشر فالرد عليهم بسيط اوي قال لك قل في الرد عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ليه لان معنى ذلك ان الرسول لازم يكون ايه من جنس المرسل اليه لانه مبلغ واسوى انما لو جيه ملك وقال لهم استقيمهم ولا تعملوا الزنوب واستغفروا ربكم ودايما المسبحين تقول له ما انت تعمل كده لانك ملك لا يعصر الله ما امره ما يبقى لنا انا ما اعلم انفاع تبقى تنفع الاسوى ما تنفع وحنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه طب هتتكلموا للملك ازاي ده طبيعة مختلفة اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتأخذوا عنه واما ان ينزل البشريات الى مستواكم لتأخذوا منه لما الحقيق ازاي لازم يكون كده طب حنا مش هتشوفوه على انه صورة ملك يبقى لازم ينعمل ايه انخليه زي صورة راجل كده طب ما هو صورة راجل لا لبسنا عليه مال ما معاله ده راجل ده مش ملك طب ما يتبع الاجاهية هي شو بقى وما منع الناس ان يؤمنوا ازجاءهم الهدى الا ان قالوا ايه ابعث الله بشر رسوله قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا ايه من السماء ملكا تصور ولو جعلناه ملكا وجعلناه رمز وتبقى الشبه جات ولا مش جبه ده راجل يقول ايه العي رب بقى انه ده ملك بقى الله تبقى هي المسألة ايه هناك هناك لا يكون معه ايه نزيرة مش كده نعم نعم لو لا انزل اليه ملك يكون معه ايه نزيرة نعم طيب لو ما تأتينا بالملائكة وشك من الغباء بتاعهم وقال لهم اني بقتي بحاجة تأتينا انت طب كانوا يقولوا لو كان ربنا بقى ينزل ملائكة ما هو دل على ان التراب الاسنوب حتى التراب الفهر التراب الاداء لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين اي في البلاغ عن مين عن الله بقى اني لما بقى صادق في البلاغ عن الله اني اللي اجيب لكم ملك طب ايه التنافض فيرد الله ما ننزل الملائكة الا بالحق كل واحد له دور وكل واحد له مهمة والمهمة دي ان الملك ينزل على اللي جاي لكم ليه ام قالك لانك تلقي من الاعلى بالنسبة الى الادنى شهر فلابد من وصائت بين الاعلى الممد وبين الادنى الممد واحنا ضربنا مسأل تقريري ولله المسأل الاعلى قلنا لما نكون عايزين نعمل والناسة في البيت ما نقدرش نعملها على الطيار العام بنعمل ايه شيء ياخد من القو جدي للضعيف تلك هي وساطة الايه الوحية والى لقاين اخرى ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر